اشتركوا في القناة وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الدرية إلى مملكة البحرين للمشاركة في فعاليات منتدى حوار المنامة 2024 والذي يعتبر أحد أهم الفعاليات الكبرى في مجال الأمن والسياسة الدولية حيث يجمع تحت مضلته نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاستراتيجيين ومثل المنظمات الدولية لمناقشة القضايا الملحة في مجال الأمن الإقليمي والدولي وأكد معالي أن تعزيز الأمن والسلم الدوليين يمثل أولوية استراتيجية لفتان إلى التعاون بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنوها إلى أن البحرين من أوائل الدول التي وضعت خطة عمل مع مركز الطوارئ الدولي التابع للوكالة ووضع معيار عالمي للتأهب والاستجابة لحالة الطوارئ بجانب العمل على تطوير خارطة الطريق العربية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ النووية وأشهد معالي الوزير بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تعد مركزا للتعاون الدولي في المجال النووي وتعزيز الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيا النووية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر